اعتمد الجيش الإسرائيلي برنامج لفندر للزكاية الاصطناعية لتحديد أهداف الأصف بغزة خصوصاً بالمراحل الأولى من الحرب بحل البرنامج المعلوماتية لجماعتها أنظمة التجسس والمرائب على 2.3 مليون شخص بغزة ليصنف كل شخص بالقطاع من 1 لمية لتحديد احتمال كونه مقاتل صنف البرنامج أكتر من 37 ألف فلسطيني كمقاتلين مشتبه فيهم وحدد منزلهم كأهداف للضربات الجوية مشكلة استخدام الـ AI ما بتنحصر بعدم دقة البرنامج بس كمان بطريقة استخدام الجيش الإسرائيلي إلو واحد سمح الجيش لعناصره بالاعتماد على لفندر كأنه أمر عسكري مباشر من دون التأكد من الأهداف يلي عم يحددها علماً أنه بيرتكب أخطاء بنسبة 10% من الحالات وبيصنف ناس أو بيوت على أنه أهداف مشروعة بوقت ما بيكون عنده أي صلة بحماس أو الجهاد الشي الوحيد يلي كان مطلوب من الجنود يتأكدوا منه هو أنه الهدف ذكر بحجة أنه ما في نساء بين صفوف حماس 2- بعد تحديد لفندر للأهداف بنفذ الجيش ضربات جوية على بيوت المشتبه فيهم حتى لو عيالهم موجودة 3- عند استهداف العناصر بالرتب المتوسطة يلي بيحددهم لفندر ووين بابا فضل الجيش يستعمل الصواريخ غير لموجهة المعروف باسم الصواريخ الغبية يلي بتسبب خسائر كبيرة وبتدمر مباني كاملة لأنه الجيش ما بده يصرف الصواريخ الموجهة والدقيقة على عالم مش مهمة 4- سمح الجيش الإسرائيلي بقتل بين 15 و 20 مدني مع كل عنصر برتب متوسطة كأضرار جانبية وللعناصر بالرتب العالية مسموح قتل بين 100 و 300 مدني بالنتيجة قتلت إسرائيل 15 ألف فلسطينة تقريبا نص إجمالي عدد الشهداء بأول 6 أسابيع بس من الحرب